موسيقى صباح الخير والبركة صباح الامل والعمل صباحكم دايما صباح اون وجمعة مباركة بابدل دي النهاردة اول ايام السنة الهجرية الجديدة غرت محرم ولا تاني ايام محرم تاني ايام بابرح ليلا طبعا ويعني بزدنا في اول ايام السنة كم سنة وحنا طيبين ونقدر في احداث كتير متشارتها مصر لطيفة منها فتح معرجان الجنة ان شاء الله هنكون بردو معاكم هنقول لكم بعض الاخبار عنه وكمان حلقتنا هيكون فيها فقرة عن التفليزيون مش هنقول لكم ايه التفليزيون ده لما نروح الفقرة التانية اتشافوا انها هي تبقى حاجة لوردو لطيفة على فيسبوك وكده وهيكون معنا كمان فقرة عن ازيار وفد برلمانيكا لاستراليا كمان انا اصبح الاول عليك يا حسين صباح الفل عليك وصباح الفل عليكم مشاهدين الكرام ويا فتحي عليم يا رزايا كريم صباحنا وصباح الملك لله جمعة مباركة ان شاء الله النهاردة طبعا اتنين محرم 1439 هجريا كل سنة وحضراتكو طيبين وكل عام هجري وانتو طيبين وصلوا على خير الانام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأ حلقتنا زي ما قلنا حسين قال في فقرة عن التفليزيون مش هنكلم عنها دلوقتي هنخليها عشان نشوأكل الاخر وفي فقرة تانية طبعا هتبقى عن وفد برلماني كان عشر سبتمبر اللي فات تقريبا كان في زيارة لأستراليا مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلا مكرم هنعرف قعدوا هناك خمس ايام هنعرف ايه اللي حصل في الخمس ايام دول تحديدا كمان نقوم بالعالمي للسلام وخلينا نقول لانه ان شاء الله تكون السنة الجديدة كلها سلام او نشوف حتى بوادر بوادر يعني حتى نشوفها يعني ما يدعو للتفاؤل يعني فريق الاعداد كان بيقولي كمان شاش ديارة الرئيس كان فيها حديث مطول عن السلام في المنطقة بشكل عبسة عن البانيين الفلسطينيين والاسرائيليين او كمان على صعيد مختلفة بس يعني كمان احنا ننظر للسلام الداخلي كمان غير كمان السلام احنا كبشر يعني انا نتمنى ان يكون ولو قدر بسيط منه نبدأ النهاردة معاكم كمان بما ان احنا في بدايات العام الدراسي ايضا محافظة الجيزة كمان الدالي افتتح معرض الادوات المدرسية اللي بتنظم وصفة الجيزة التجارية ومعمول المعرض ده فيصل هيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر وهتشارك فيه تلاتين شركة متخصصة في الادوات المدرسية وفي الزي المدرسي والاجهزة والاكسسورات المتعلقة ايضا بالمدارس خلينا نقول كمان انه الاهم يعني جزء اهم انه فيه تخفضات متوقعة مبين خمستاشر لخمسة وعشرين في المية خلونا نشوف انتهى بحضراتكم قام اللواء كمال الدالي محافظة الجيزة بافتتاح معرضا للمستلزمات المدرسية وذلك بشارع الملك فيصل المعرض مقام بدعم من وزارة التنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين وذلك لتوفير مستلزمات المدارس باسعار مناسبة للمواطنين معرض الادوات المدرسية والملابس والشهونة المدرسية ايضا مشترك فيه مجموعة نكون بنهدف ان يبقى مجموعة اكتر سواء مصانع او مكتبات لكن طبعا الاسف طبعا انتشار معرض والامكانيات بتاع المكتبات الكبيرة العمالة اللي فيها موش هتغطي كل الاحتياجات بتاع المحافظات فبالتالي اللي قدرنا نجمعه الايام قبل الدراسة اللي هو العدد اللي حضراتك شايفينه قدامكم اولا الغرفة التجارية اعتادت في جميع المناسبات سواء كانت في الاعياد او في افتتاح المدارس بعمل معارض مخفضة الاسعار للمواطنين الغرفة بتتكلف تكلفة المعرض او بتدفع تكلفة المعرض بالكامل في مقابل ان المشترك او العارض يخفض نسبة من المبيعات بتاعته او الاسعار بتاعته تتراوح من 15 ل 25% لقى المعرض اقبالا من المواطنين نظرا لتوافر المستلزمات المدرسية بخصومات تتراوح ما بين 20% و25% انا بشتري حاجات لحفيدي مش لولادي والاسعار هنا ارخص من بره بكتير جدا وفعلا موفرين كل شيء حتى للسيدات والرجال والخدمات للكبار مش الصغيرين بس يعني صغيرين وكبار اسعار بره غالية يعني في اي حتة تانية هتلاقيها اغلى من هنا هي معقولة مش هنده نقول هنا رخيصة معقولة انا ممكن تلاقي الفارية مثلا جنيه جنيه ونص وده كويس في حد زيته بالنسبة للناس لانه اخد مجموعة مش اخد حاجة واحدة يهدف المعرض لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم المستلزمات الدراسية للطلاب باسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسية 2017-2018 احمد سامح كل سنة وانتوا طيبين طبعا خلاص مفروض الاسبوع الجاي بقى الكسافة المرورية بقى على حياتها المعامة والسبت اللي هو الاسبوع الجاي طيب بس في المقالب بالليل بيقى خف بالليل بتقول اه بيقى خف طبعا بتبقى كل الاسبوع متجهة لمدارس الصبح والجامعات والموظفين بس بالليل بيقى خف شوية يعني برضو والجميزة بنسباني على الاقل انا شخص ليلي بطبع طيب هنروح نشوف فيديو كده بصراحة فيديو جميل جدا لحد يعني فعلا يعني فيديو بيجسد الوحدة الوطنية وانها يعني مش مستهلة ان احنا نتكلم فيها يعني شخص هو مسلم وبيعايش في الكنيسة يدى ان الادام في الجامع يروح يصلي يعمل السلبان وكل ما يخص اخواتنا الاقباط تعالوا نشوف حياته سريعا كده هو عايش ازاي وعايز يقول لنا ايه في الفيديو ده انا باقي المصري التاطي ايه محمد جوي والغسيوني المحلة في ديارة ورحت جمالي ديارة باكوش ديو يخطر على بني حسن مرحلة اول سبت خطين لغاية الدري المحرة لغاية اللوش والرسات اقولك ايه اقولك ديلي انا ولا اقولك ايه ولا اقولك ايه ولا اقولك ايه ولا ايه عمري بحساتي بيجيو حجميس لمواحد السعي هلا من 2013 نحن شو معنى؟ بدأة الفتنة بدأة الحرب ده مسلم لا ده مسيحي لا سلم عليه لا ما تسلمش عليه لا اعيد عليه لا ما تعيدش عليه مين قال الكلام ده؟ قلت لأيه دين؟ ايه حدث على الرسول صلى الله عليه وسلم تقولي الكلام ده؟ صح الكلام ده ولا ده لا تنميه عايش فسطهما الانباب شوي اجيبلك صورا وهو عابونا ابا نوبل اللي كان مسك سنة من سبعنات في دير الدنيانة يريدلك صور ليه انا هو ابوية هنا بتشوف مسلمين كتير بيروحوا الاحتفالات الابطية اه واكتر من الزقات القصر جميانة اقولك ستين في المية مش اقولك بقى لا ستين في المية مسلمين بنزلوا الدير ماليش ده عباب الاخوة المسحيين الاخوة المسحيين ده تقصوا و بالرغم من نوف ما انتقار فيه مالماسك في قلب من حافظة الدهائلية بردك يحتبط قلب من تنميه ايه ابا نوب هنستاكل في صوت قلب كبسة قلبة يا صاملوب في سوق السمك هنستعرف ايه ولا ايه ولا معرفش اللي انت سنن زي كده زي كده اه اجيب لك ايه العدرة الحسينة العدرة الملكة مرجرجس مرمينة دي صورة اسمها العدرة الحسينة دي لما السيد المسيح سلبوه ايه عند حاجة مثلا هجيب لك حاجة تانية ده البابا شنودة البابا شنودة ده لما حلم بالسيد المسيح يلا يلا ماري جرجس اموني ارينا انا كمسطة محافظهم واحدة واحدة مش اقول لك ربنا يكتر من امثاله عم محمد على اي حال حتى زبابنا يعني بيقولوا انه يعرف حاجات اكتر كمان من بعض اخواتنا المسيحين خلينا اقول انا اما بحبيش اتكالي في موضوع الوحي الوطنية ده كتير انه بحس ان الكلام في كتير ده ليل انه في حاجة اوه ما تش حاجة خلص يعني موضوع ده قتل عندنا في مصر بحثا وشيء طبيعي وبقيتش اشوف ده شيء غريب لانه ده طبعتنا طول عمرنا يعني في ثقافتنا وحضارتنا حتى في كل الاماكن هتلاقي انه مصر غنية حتى بمقدساتها الاسلامية والمسيحية نفسها وهتلاقي حتى احنا من الشعوب الولايلا اللي ادخلت الثقافة الاسلامية على المسيحية هتلاقي اضطراز بعض الكنالة متأثر بالطراب الطبيع الاسلامي وهتلاقي برضو يعني بسيج واحد زي ما بيقول من منذ امد او فجر التاريخ فبراشل الكلم كتير في الموضوع ده صحيح يعني ربنا يحفظنا ويحفظ وحدتنا واحنا في زمن فتن طبعا انتوا اكيد حضراتكم بتشوفهم تابعين كل اللي حوالينا الدول عاملة ازاي احنا الحمد لله احسن من غيرنا بكتير بكتير اوي وربنا يحفظ علينا وعلينا زي ما احنا كده واللي بيجري استفتاء على الهوية واللي بيجري استفتاء على الدين الانفصاء وهيجي لنا انت نهاردة كم موضوع برضو هتفهموا قصدنا ايه كويس اوي من خلال فقران حاجة تانية او برضو حلوة جدا خيان او حاجة هي شبه معجزة الحقيقة صحيح النهاردة اليوم الرابع دخل صدام الكلاني في اطول غطسة وما بيقولي تالت لا الرابع هو مفهودي انتهي يوم السبت بكرة مفهودي يقضي مية وعشرين ساعة فمتهيالي النهاردة الرابع هو مفهودي يقضي خمس ايام فبكرة السبت هيكون اخر يوم ببقى ان احنا النهاردة خلاص دخلنا في اليوم الرابع يوم الجمعة مفهودي انه يقضي مية وعشرين ساعة تحت المية وبالتالي تكون دي اطول غطسة في التاريخ وهو بيقوم بالموضوع ده في مدينة دهب طبعا جميلة ومعاوفت او خيان اقول مجموع او تيم كبير عشان يساعدوا طبعا منهم دكتورة مروى الصعيدي وده هتكون في مطقة اللايت هاوس بذهب ومفهودي تنتهي الغطسة دي بكرة زي وانا بيكون قدر مية وعشرين الساعة وحتى الرقم القياسي عشان يخش موسوعة جنرس لا ده بيصلي وعيش حياته تحت بيصلي وبيأكل وبيشرب كله تحت المية حلوان تشوف محلات كبير زي حلوان تشوف محلات كبير زي سابقق وداه خبير زي ترجمة نانسي قنقر 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 وأعرب الرئيس عن تقدير مصر طبعا لجهود البنك الدولي في دعم مصر على مختلف المستويات سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير الدعم الفني أو تعزيز دور القطاع الخاص بالإضافة لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واللي تم في إطاره ضخ الشريحتين من القرد المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شريحة معنا شنعقب الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي طبعا أو دكتور عفوا دكتور فخري الفئي أهلا وسهلا بك يا دكتور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة طبعا حرك ضخ دائم عندنا في صباح قن صباح الفل وببساطة يعني الرئيس ليه قابل رئيس البنك الدولي؟ لا أهل أن البنك الدولي يعتبر أو مجموعة البنك الدولي هي شريك تنموي مع مصر منذ أن تنسئ مصر تحمس إنساءه سنة 45 يعني تقريبا من حوالي 72 سنة مصر كانت هو القليلة التي شاركت في إنساء البنك الدولي هنا العلاقة بين البنك الدولي علاقة مستديمة اللقاء بيش عفتها الشيخ ده ثاني لقاء خلال ستة أشهر مع السيد جام يون كام أيوة؟ رئيس المجموعة البنك الدولي وهنا طبعا الكلام بيدور حوالين مساعدة البنك الدولي لبرنامج الإصلاح القصادي في نصر من خلال القضل اللي هو المساندة المالية لمصر 3 مليار دولار صرفنا منهم خلال فترة اللي فاتت 2 مليار على شريحين باقي شريحها الأخيرة وهي في نورمبر القادم إن شاء الله ده مش كده وبس فيه من ضمن مجموعة البنك الدولي وهو اللوكالة الدولية لضمانة الإصمار اللي تفدي ضمنات للمستثمر سواء كان مصري ولا عربي ولا أجنبي عندما يقيم مشروعاته في مصر فيه مشروع في جير للطاقة الشمسية لتوليد الطاقة من الشمس أو الطاقة الشمسية في أسوان الوكالة بالفعل قدمت ضمنات بقيمة 30.10 مليون دولار لستثمار أجنبي من قبل شركات أو 6 مجموعات بتعمل في مجال الطاقة الشمسية اللي هتستثمر هذه الشركات مع البنك الأولوكي اللي عاد في الأعمار والتنمية وأيضاً وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي بـ 2 مليار دولار عشان محطة طاقة شمسية ستقوم في أسوان تولد نصف ميجاوات يعني 500 مليون ميجاوات في هذا المشروع وده الحديثات وإضافة للطاقة المولادة من الطاقة الشمسية وده حاجة جديدة طاقة نظيفة في هذه الحالة طيب دكتور فخري دلوقتي الزيارة انتهت ورئيس السيسي والوافد المرافق لي رجعوا خلاص بالسلامة لأرض الوطن دلوقتي ممكن الزيارة دي إيه اللي تمخض عنها؟ إيه العنوان الرئيسي اللي إحنا ممكن نحطه ليها؟ إيه أكتر ملفة نظر حضرتك إنه برافو يعني إنه ده حصل؟ آآ بتكلمي عن الزيارة ككل آآ آآ لقاعة ضييفة هو نجاح ثاهر في إنه رئيس فتاح السيسي آآ يعني عمل آآ يعني لقاءات تساند مصر في استقرصها الأمني والسياسي بإنه مصر تقوم بمحاربة الإرهاب آآ يعني في المنطقة ككل إن لم يكن في العالم وإنه آآ كل من يدعم الإرهاب ويمول ويحتضر الإرهاب آآ طبعا هناك إتفاقية تمت خلال هذه اللقاءات لإنه يعني يتم بواجهة من دمول الإرهاب ويحتضر الإرهاب في هذه الحالة آآ يعني آآ الزعيد الفلسطيني آآ وفي نفس الوقت الجانب الإسرائيلي بحيث إن هو يمهد لإستقرار المنطقة ككل وهي القضية الفلسطينية إلى جانب يعني محاربة الإرهاب الحاجة السائلة وهي إنه مصر تشهد تحول الإقصادية مش مجرد اسلاح الاقتصاد لتحول الاقتصادي يتمه في مصر على كافة المستوارonian ديني اساسية سواء كان في الجانب التشريع عليه سواء كان في الجانب المؤسسي سواء كان فيه تلوكيات حتى يعني نتيجة السياسة الاسلادية في الاصلاح الاقتصادي احنا تلوكياتنا هنا شعب مصر نتحول تلوك الاستهلاكي نفسه والاتخاري والاتخاري والشهول المالي عملية تحول اقتصادي حقيقي فعل بس دا هيكون جهد مش هيكون مجرد درنامي ثلاث سنين وبس لا جعب مصر مع الفكومة الحالية والفكومات القادمة مع رئيس السيتي لأنه لابد نفتمر هذا القهد الإصلاحي من أجل الموطن المصري من الحجل المستوى معيش ونقال للفق الموجودة في مصر بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخر الفية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة شكرا لك هنروح محارككم منك لخبر مطابع دولي شوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال برحن الولايات المتحدة ستفرد مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية وتصعدت طبعا حدة التوتر في الأسابيع القليلة مضيح أكيد حارككم طبعا سنوات وعزمة الصواريخ وبسبب برنامج بيونج يانج الناوي وأيضا الصواريخ البلستية اللي أطلقت فيه أكثر من اتجاه منها معابر أيضا اليابان وأصبحت تشكل تهديد حتى للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وثالتها أيضا بعض الخطوات منها القنبلة الهيدروجينية في كوريا الشمالية وغيره طبعا لغة التهديد والوعيد كانت متبادلة بين الجانبين ترامب كمان قال أو رد على السؤال خلال اجتماعه مع الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغاني قال سنفرد مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية وكمان ده تأتي بعد تصرحات لقال خلال أيضا توجده في أعمال الدورة 72 من أعمال الجمعية العامة وممتحدة أنه لو كوريا الشمالية شكل التهديد فسندمر كوريا الشمالية بالكامل والتاني طبعا زعيم كوريا الشمالية رد عليه بوصفه بالمجنون بيستمر التراشق ما بين الجانبين لكنه أحيانا التراشق قد يبدو مخيف صح؟ صحيح حينما تتراشق بالكلام ووراك قوة نووية وقناب الهجب الجنية على فكرة يعني الشخصيتين قريبين من بعض يبدو والتنين بيصفوا بعض بالجنون وقد يكون في الآخر سندفع ثمن للجنين حاليا نقول لو جاز التعبير السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو أكدت أنها تقوم بحملة مكسفة في مختلف دول العالم عشان تحشد التأييد الدولي لانتخابها في منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو وقالت السفيرة مشيرة خطاب في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنها بتعتز بثقة الدول الإفريقية والعاديين من دول العالم اللي أكدت حرصها على مسندتها وانتخابها في هذا المنصب الثقافي الرفيع طبعا وأضافت السفيرة خطاب أنها بتشعر بأنها بتدافع عن حق مصر في تولي هذا المنصب نظرا لأنه لم يسبق لأي دولة عربية الفوز به إلى جانب استحقاق مصر عن جدار للفوز بالمنصب نظرا لرصدها الحضاري المستند لألاف أو الممتد لألاف الأعوام وأيضا لمكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية البارزة في المنطقتين العربية والإفريقية وكذلك تبوقها مكانة بارزة في الأدب والفنون الجميلة والسينما والمصرح ربنا يعني إن شاء الله ربنا يوفقها ونكون لنا نصيب لأنه فعلا هيبقى أول مصرية وأول عربية وأول كل حاجة نتمنى بس أستاذ المقفى من طبعها في أكتوبر المتقادم المعركة ليست سهلة على إطلاق ومشكلة أنه التصويب يبقى سري اللي بيتخاف منه أنه هناك البعض اللي بيعلن التأييد دي لكن في لحظة التصويت لكن بشكل عام لو حصدنا على هذا المنصف هيكون مكسب كبير المكسب فيما يتعلق باستعادة أسرنا المسروقة بمكانتنا الثقافية برا حتى مكسب للدول العربية في القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية حتى والتراث الفلسطيني هناك والمحافظة عليه هيكون فيه مكاسب ضخمة عشان كده الناس كلها ببص إنه ما ينفعش اللي بيكون عربي وأحيانا المسلم في هذا المنصف بشكل أو بآخر هنروح بقى الخبر التاني أيضا اللي علاقة شوية بالاحتدام الدولي أو بالسياسات الدولية مصر قالت في بيان صادر أيضا عن وزارة الخارجية أمس عربت فيه عن قلقها البالغ إزاء قرار تنظيم استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان العراق والمقرر بأنه سينعقد في الخامس والعشرين من شهر ستمبر يعني بعد كم يوم وعربت عن قلقها من تدعياته المحتمل للبيان أكد أنه قلق مصر نابع بالأساس من حرصها على وحدة واستقرار العراق الشقيق واستمرار رابطة الأخوة واللحمة التي تجمع كافة أطياف الشعب العراقي ويشدد البيان على ضرورة إدراك التدعيات بعيدة المدى المتعلقة بإجراء استفتاء على استقرار وأمن العراق ومنطقة الشرق الأوسط كمان أشار البيان لضرورة تفعيل الأليات التي تسمح بمزيد من الحوار بين الحكومة المرجزئية في بغداد وأقليم كردستان بشأن القضايا الخلافية لوصول التوافق بالشأن أيضا هذه القضايا المعلقة لكنه في النهاية الهدف سيكون المحافظة على وحدة واستقرار والدور الإقليمي والدولي العراق هنفهم شوية ليه بيحصل أصلا استفتاء في كردستان العراق بالوقت طب ده هزينقنا في إيه وهيدر المنطقة في إيه خلينا نفهم أكتر من سات السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسباكس وحي سات السفير مع خير فاندب إزاي حضرتك يا فاندب الحمد لله فاندب طيب أروح محرك ليه استفتاء كردستان أنا ممكن كمواطن مصري مش متابع قوي الملف الكردي وتشبكته في المنطقة خاصة أنه ليه تفرعات كتير مع إيران مع تركيا مع سوريا الاستفتاء ده ليه بيجرى دلوقتي تحديدا في العراق وتدعياته إيه علي أنا كمواطن عربي بداية أنه قرار كردستان العراق إجراء الاستفتاء على الاستفلال يوم 25 ستمبر الجادي ده نتيجة من النتائج التي ترتبت على نتيجة مباشرة من النتائج التي ترتبت على الغزو الأمريكي الأمريكي الأنجليزي الأنجلو أمريكي للعراق في أكتين وثلاثة وكان القضية ما كانتش أو المسألة ما كانتش هل حيتم أخذ كردستان العراق إلى طريق الاستقلال أم لا كان السؤال المتداول هو إمتى أقرار بالعراق بعد العمليات العسكرية التي استهتفت جماعة داعش الإرهابية ودور البشمرجة لكردستان العراق في هذه العمليات وإسهمهم في نجاح القضاء على داعش في مدينة الموسل كل دوة عوامل أدت إلى أنه نصل إلى أنه البرلمان الكردستاني العراقي اتخذ قرارا بإجراء هذا الاستقلال هل الأجراض العراق سهلا يدركون محاطر الاستقلال وقام الدولة الكردية في شمال العراق أم لا نعم يدركون هذا الأرجح أنهم يريدون استغلال هذا الموضوع للحصول على مكة أكبر من الحكومة المركزية في بغداد كما تعلم فضلكك أن في مادة في التسطور العراقي اللي هي المادة 140 اللي بتشير إلى يبقى فيه اتفاق بين الحكومة المركزية مع الحكومة المركزية حول المناطق المتنازعة عليها فالأقراض العراق يقولون أو يدعون أن كركوك مدينة كركوك في الشمال خاصة بتبعهم القضية هنا بقى مش قضية كردستان العراق القضية هنا قضية نفط لأن كما تعلم حضرتك أنه مدينة كركوك فيها نفط المسألة التانية اللي هم بيستخدموا ورقة الاستفتاء كورقة للمساومة والتفاوض مع الحكومة المركزية في بغداد هو تقاسم عوائد بيع النفط بيع النفط العراقي لأن الحكومة كمان البركزية حجبت بعض المخصصات كمان عن الجانب الكركوك الثاني نتيجة النزاعة النسب لم يتم استفاء النسب المتفق عليها طبعاً لظروف البركزية الحادة اللي بتمر فيها العراق ونظراً للنفقات الهائلة لتحرير الموصل وكافة المحافظات العراقية من الجماعات الإرهابية النهاردة المسعود برزاني مشعود برداني رئيس إقليم كردستان العراق منذ قطعة أيام ونتيجة لاتصالات أمريكية مكسفة معه ونتيجة لضغوط بعض الصوى الغربية عليه بدأ يقول أنه ممكن أو على استعداد النظر لتأثير المستفتاء في حالة تبقى فيه تلبية لطلبات إقليم كردستان العراق السفير لو سمحت لي في النقطة دي تحديداً يعني بتعتقد أنه في الآخر في نهاية المطاف الأمر هيكون خليلاً نقول ورقة ضغط السياسية ولا ممكن نروح فعلاً بعد أربعة أيام للإستفتاء لأنه بدستاش حركة أنه كمان إيران رفضة الاستفتاء وتركيا رفضة الاستفتاء والعراق رفضة الاستفتاء وبالتالي القوى الإقليمية الكبيرة رفضة الاستفتاء فهل من الممكن نغم كل الرفض ده والرفض العربي وفي مقدمة مصر طبعاً أنه هم يروحوا الاستفتاء ولا بتستبعد حصول ده على أرض الواقع في احتمال لتأجيل القضية القضية هل فكرة استقلال كردستان العراق هيتم القضاء عليها نهائية أم لا إذا لم يتم القضاء على فكرة استقلال كردستان العراق وإنشاء دولة كردية يبقى المسألة منقشة الاستفتاء هيتم الاستفتاء أو هيتم الاستفتاء دوت تفاصيل فرعية لكن من وجهة نظر عربية هل التوجه حركة التاريخ في المنطقة والتطورات اللي احنا كلنا رسبناها منذ الغزو الأمريكي الأنجلو أمريكي للعراق في 2003 وافتح قوص هنا وأقول التأييد الإسرائيلي الرسمي علني لإنشاء دولة كردية في شمال العراق والأمريكي بردو ستستفير بردو معاهم الأمريكي الأمريكي وإن كان في الظاهر يعني لا بعد إذن حضرتك الأكبر أكبر الأطراف الدولية المعارضة لإجراء الاستفتاء هي الولايات المتحدة الأمريكية لكنه أنا ما أقصده أنه قد يكون ده الظاهر لكنه في ناحية أخرى ما كانوا بيتعمل أكراد في شمال سوريا بشكل كبير وده للأثير حفيزة تركيا وأعلن أكتر من مرة أنه ربما يكون القوات الكردية والبشماركة هي القوى الأصلح يعني تكون بديل لعملية التحرير في السوريا وغيره وأنا أصدي يعني أنه الظاهر قد يكون شيء مع الولايات المتحدة رفضة بشكل رسمي لكن الباطن شيء آخر يعني احتمال على أي حال أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد السفير حسين هاريدي مساعد وزير الجيل الأسبق وخلينا نقول ملف كبير ده نحاولي ممكن نشطحولكه أكتر يعني حدث جلل طبعا ونخش فيه تفاصيل أكتر لأنه حقيقة وليه علاقة بمينا إحنا كمان وله علاقة بكل المنتجة كل حاجة ليه علاقة بكل حاجة طبعا لأنه يعني هي مش هتبقى البداية كردستان العراق هتبقى فيه دولة كردية في السوريا دولة كردية في تركيا وموضوع تاريخي وطويل إن شاء الله نسخلكم مرة كلا لو يلا طيب كشف المهندس طارق أبيل وزير التجارة والصناعة إن الاستثمارات المبدئية اللي هتضخها شركة سنغافورة القبضة في مشروع إنشاء مدينة صناعية متكملة بمنطقة كوم وشيم بمحافظة الفيوم هتصل لمليار دولار ولفت الوزير إنه بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع هيتم تحديد حجم الاستثمارات في المنطقة المتكملة دي وقبيل كمان إن المدينة الجديدة المزمع إنشاءها لن تكون مدينة تقليدية ولكن هتكون مدينة متكملة بها سكن للعملين ومدارس ومستشفيات معانا الأستاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة أهلا بيك يا أستاذ ياسر نفهم بقى الفرق بين منطقة صناعية تقليدية ومدينة صناعية متكملة طبعا خير على الحضرات وبالتأكيد في فرق جدير إحنا هنا مش بنشتغل على منطقة صناعية عادية إحنا بنشتغل على إنشاء مدينة متكملة معنا إنها هتضم عدد من المناطق الصناعية إلى جانب تجمع عمراني كبير يعني نحن لهذا هيبقى إلى جانب المطانع هيبقى فيه مستشفيات يعني زي إيه مثلا لو تدينا مثال ما أنا بقول لحضرتك يعني هيكون عندنا إلى جانب المصانع اللي اللي لسه هيسم تحديد نوعية الأنشطة بتاعتها إيه كمناطق صناعية داخل هذه المدينة هيكون فيه تجمعات عمرانية بمعنى هيبقى فيه مدارس ومستشفيات يعني تجمع عمراني هيقام بهذه المناطق الصناعية بحيث إنها يبقى مدينة متجاملة هو الميزة في الموضوع إن احنا جايبين أو بنستعين بفكرة أكبر دولة بتشتغل أو أفضل نموذج علاجي بيتم لإنشاء المدن الصناعية وهي صنغفورة معنا شركة صنغفورة القبضة هيبقى فيه شركة التي تم تأسسها من خلال هذا البروتوكول أو الاتفاق اللي تم توقيعه الشركة دي هتبقى بين شركة صنغفورة وهيئة العامة للتصميمة باعتبارها هي صاحبة الولاية على الأرض وإن شاء الله خلال طبع شهور حيتم الانتهاء من إدراسات التفصيلية اللي حتحدد لنا إيه هي طبيعة الصناعات اللي ممكن لنا أنا قصدي إنه أنا لما سألت زي إيه يعني هل فيها ليها مثيل هنا في مصر أو في دبي لا لا آه ما في بلهاش دي يعني دي الأولى من نوعها دي الأولى من نوعها بهذه الطريقة يعني إحنا عندنا مدن صناعية بالتأكيد وإن شاءت ده العشم ورمضان والستادات وغيره في أوقات تابقة لكن ليس على هذا النمط هذا النمط اللي احنا بنشتغل فيه المرة دي هو على التغاز العالمي بمعنى إن إحنا عندنا هدف اللي احنا نجذف شركات دولية وشركات عالمية إنها تيجي عشان تيجي في المنطقة دي لازم إحنا نعملها بنفس الطريقة بتاعت اللي تقام في صنافورة أو تقام في أمريكا أو تقام في دولة تانية مش معنى الفايوم مستاذ ياسر؟ كوم أوشيم مضبوط هي على هي متاحة كبيرة جدا 33 مليون متر في كوم أوشيم في الفايوم طبعا هي هتقدم على المنطقة كلها طبعا قربها من القاهرة هيجعلها أحد المناطق الجاذبة جدا جدا للإستثمارات المحلية أو الأجنبية أها يعني هي سبب اختيار الفايوم هي الأسباب اللي حضرتك قلتها دلوقتي بالتأكيد أفهم أها طيب نوعية الصناعات اللي ممكن تكون موجودة هناك يا أستاذ جابر هتبع عاملة إزاي؟ يعني هو المهند الطريق القبيل لما سوقت هذا السؤال قال إن إحنا بندرس إيه هي الميزات التلفزية اللي موجودة في المنطقة وده اللي حتبينه الدراسات التفصيلية يعني إحنا تكون أعلننا قبل كده قلنا إن هي ممكن تبقى في صناعات معينة ممكن تكون متواجدة زي المنسوجات زي الصناعات الدوائية دي لها فرص في المنطقة دي لكن حننتظر حتى انتهاء الدراسات التفصيلية عشان نقدر نقول إحنا نعمل كم منطقة صناعية قد تكون ثلاثة أربعة خمسة ستة ده اللي حتبينه الدراسات التفصيلية وفي أنهي صناعات كمان هي تعتمد على الميزة التلفزية للمنطقة نفسها بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ياسر جابر المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة ونروح لفاصل مشاهدينا ويمكملين معاكم بعض الفاصل ومنشطات الصحافة أهم محرجكم مرة تانية كي هنروح معاكم لأهم أخبار الصحافة والبداية من خبر الحقيقة كلنا مشتقين عودة المهرجانات السينمائية في مصر لقوتها واحدار جديد في مكسب أيضا للسينما المصرية اليوم انطلاق مهرجان الجونس سينمائي الأول في صفحة 14 أيضا في مصر اليوم حديث عن هذا الحدث وخلينا نقول إن الدورة الأولى بتفتتح تحت شعار السينما من أجل الإنسانية وبمشاركة 40 فيلم و34 دولة وفي مشاركة مصرية قوية من خلال فيلمي فيلم الشيخ جاكسون المخرج عم سلامة وأيضا فوتو كابي لتامر عشري وهيسم دبور والشيخ جاكسون كمان لسه راجع من مهرجان تورانتو بعد من حقق هناك كمان خلينا نقول تواجد مصري قوي وأشهدت به كمان أبرز الصحف العالمية منهم هولويد ريبورتر والسعاريات الممتدة لمهرجان الجونس سينمائي هتكون مختلفة هيكون فيه تكريم أيضا لفنانين كبار على رأسهم النجم والزعيم عادل إمام وهيكون فيه فنانين أجال منهم فورست واتكر ده اللي عمل للاست كينج أو سكوتلند خلع عنه الأوسكار ومثالي هنشوف أجواء مختلفة كده صحيح احنا متابعين احنا كون قنواتون متابعين طبعا هحضر لكم مفاجآت اليوم السبع أيضا صفحة 16 وحاجة برضو عن ملكات الجمال عنوان منشط كبير هيبان قدامكم دلوقتي الشطرة بتغزل بدولاب أمها كواليس إعداد متسابقات ملكة جمال مصر العرض أزياء سبعينياتي 23 متسابقة بينجزنا المهمة في يوم واحد ومروة طلعت استعانت بفستان والدتها من لندن وخلوط سرحان فصلت ستارة منزلها السلدر الله اندرستم يعني مصدر الهام الجميلة والصورة باينة طبعا واضحة طيب هنطلع فصل سريع ونشوف كمان في موجز الأنباء ونرجع بقى نفتح نقاشات مع ضيوفنا أهلا بيكو مرة ثانية والساعة الثانية والأخيرة من صباح كانت الوجهة لأستراليا ده كان يوم 8 سبتمبر اختار الشهر ده طبعا اختار مجموعة من كان وفد من البرلمان المصري مع سيادة الوزيرة نبيلا مكرم سيادة سفيرة نبيلا مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارق قرروا انه هما يروحوا يعملوا رحلة او صفرة الى أستراليا عشان يقبلوا الجالية المصرية هناك عشان يقبلوا مجموعة من البرلمانيين الأستراليين هناك وتكلموا بقى في كل حاجة وكان البابا تودرس كمان معاهم وكان الحقيقة وفد ممثل يعني هو مختار بعناية انه يبقى فيه نمازج يعني مسلمة ونمازج طبطية عشان يوصلوا رسالة معينة وينك بقى قبلوا الجالية المصرية قبلوا شخصيات سياسية وكلموا في كل حاجة كل ما يخطر على بالكو او ما يخطر شوما كانوا خمس ايام قعدوا اتكلموا مع بعض عملوا لقاءات تعشوا مع بعض كمان في بعض الايام اتكلموا بقى سياسة سياحة اقتصاد شان نعرف ايه التفاصيل معنا الدكتورة الانيسة حسونا كانت احد طبعا اعضاء الوفد ده وعضو مجلس النواب طبعا انا هابدأ معاك قبل ما اخش في تفاصيل الزيرة وكده لما قريت شوية عن الموضوع اعتقد ان احنا قدام ثقافة جديدة انه يكون في سفيرة سياسة مع مجموعة مجلس النواب مجموعة من وفد الشعبية ان هي تروح تخاطب الجالية يعني حرك لك يباع طويل في العمل الاجتماعي كمان قبل حتى نابلت البرلمان بتهيئة ده جديد يعني الشكل ده من التعامل مع جالياتنا بتهيئة ده مختلف عن ذي فضاء اكيد اكيد لا لا انا مع حضرتك تماما ده شكل جديد وانا بالنسباني كتجربة جديدة تماما بس عايز اقول للخلفية بتاعت الموضوع علشان الناس تبقى عارفة الخلفية بتاعت الموضوع ان السفيرة الوزيرة طبعا نبيلا مكرم كانت راحت قبل كده استراليا مرة وقبلت ناس كتير جدا ومن ضمن الناس اللي قبلتهم كان اتنين من المصريين الذين دخلوا لأول مرة البرلمان الاسترالي الدكتورة انا علي وسيادة النائب بيتر الاثنين لأول مرة يدخلوا فهي كانت بتجهز لمؤتمر مصر تستطيع بالتاق المرموض مع المجلس القومي المرأة والدكتورة معايا مورسي فكانت الدكتورة انا علي من الناس اللي جمعوا وكلنا خدنا انطبع جيد جدا في المؤتمر عن كلامها وبعدين نظمت لها زيارة لمجلس النواب قبلت النائبات وساعتها احنا طرحنا فكرة في الاجتماع ده ان يبقى فيه تعاون برلماني ومجموعة صداقة برلمانية وهكذا فده ترتيبا على الجهد واللي كانت عملته سيادة الوزيرة وانا شايفة ان هي نشاطها نشاط يعني ممتاز يعني زي ما انتو بتقولوا حاجة جديدة بتتعمل يعني عبر المسافات لربط المصريين في المهجر مع وطنهم الأم فاحنا من حسن حظنا ان الزيارة كانت مترتبة في وقت ذهاب قدسة البابا تدرس التاني لافتتاح كنيسة جديدة في ملبون فطبعا لما السفيرة نبيلا مكرم عرضت الموضوع على معالي الدكتور علي عبدالعان رئيس مجلس النواب هو اللي اختار اعضاء الوفد يعني هما ثلاث زي ما حيك قلت فيه وفد صغير مهندس محمد السويقي رئيس اقتلاف دعم مصر دكتورة مريان عازر عضو الاقتلاف وأنا كمان فكان كنا بصحبة السفيرة نبيلا مكرم عشان كده الناس لقيت ردود على موضوعات مختلفة جدا تكلم عن الاصلاح الاقتصادي عندك حد يرد تكلم عن السياسة الخارجية المصرية في حد يرد وهكذا فالرحلة كانت الحمد لله مؤفقة وجميلة واحنا شخصيا اتعلمنا منها كتير جدا احكي لنا بقى يا دكتور يعني احنا عايزين نعرف التفاصيل كده بما انا حضرتك رحتي وجيتي يعني انتو كنتو حاطين اكيد لها جدوى الاعمال طبعا اين انتو كنتو بتستهدفوه و اين اللي حصل كده لو نبص سريعا كل يوم اين اللي حصل كان فيه فيه تلات حاجات رئيسية تحتها موضوعات اخرى ممكن نتكلم فيها طبعا يهم يعني كان يوم مفعم بالحماسة الوطنية والمشاعر الجبيلة يوم محضرنا مسلمين ومسيحيين افتتاح يعني قدسة البابا للكنيسة كنيسة الفورس اه بالزبط وقال ليها لطبع خاص وبرجها صحيح صحيح وبعدين المبنى كله ملك الكنيسة ما شاء الله يعني جميل جدا وبعدين طبعا الوجود مع قدسة البابا شخصية جميلة متوضعة ويعني بتسعدي بالوجود معها دي كتأول حاجة اللي حضرناها عملنا لقاءات في البرلمان الاسترالي لقاءات مكسفة يعني سيادة سفير محمد خير اتسافرنا في استراليا يعني خدنا بياخدنا من اول اليوم لاخر اليوم بننتقل من حد لحد التقينا بالمعارضة والتقينا بالناس اللي مشكلين الحكومة وزراء الحكومة ووزراء المعارضة كلهم في مكان واحد في مبنى البرلمان حكومة الزل برافو عليك فساعدنا كمان بكده جدا اتكلمنا عن المشاكل المصرية اللي بنلقيها بعد الصادرات المصرية الى استراليا وليه بعد التحذيرات عن السفر لمصر فده كان الهدف التاني وانشأنا في مبنى البرلمان يومها اطلقنا مجموعة الصداقة المصرية الاسترالية وديه طبعا مهمة جدا للتعاون تالت حاجة واهم حاجة وهي لقاء المصريين نفسهم المقيمين في استراليا وهي جالية محترمة جدا جدا احنا يعني هو وفقا لارقام سياد السفير هم حوالي مئة وعشرين الف اسرة فحياتك بقى بتضرب على عساب اعضاء الاسرة ممكن يصدر نص مليون مثلا فيه بقى جيل تاني وتالت فيه شباب كده زيكم اللي هم اتولدوا هناك واخدوا الثقافة دي ومع ذلك فيه اهتمام شديد بما يحدث على ارض الوطن وعندهم اسئلة جريئة وصريحة ومن كتر اهتمامهم بالنقاش مع سيادة الوزيرة والوفد يوم هخلصنا الساعة واحدة ونص بالليل يعني ده مع الشباب مع الشباب رغم بعض المسافة خيان رغم بعض المسافة جدا يعني هم حتى بيحذروا بيقولوا ان شاء الله لما نشوف حضراتكم المرة الجاية وكده فانا قلت لهم لو تقدروا تزوء استراليا كده بحيتنا شوية بالنسبة لكبار السن زينا زوءها شوية لكن بالنسبة للشباب هي قارة جميلة يعني والعلاقات معها علاقات هامة لأسباب كتير يعني بس خالي اقول لحاج برضو يعني كمصريين فقط يا استراليا دي بعيدة أوي صح هي قينا وعيدة العلاقات اللي كونها بيننا وبين استراليا وليه ممكن تكون القارة دي مثلا مفيدة يعني لأعتقد أنتو أنشأتو كمان نواة لحاجات جديدة منها مثلا الغرفة التجارية مجلس أعمال مصري استراليا يعني فانا سألت نفسي مثلا نتفتح لك الفاصل وحي ما كانتش عندنا ده أصلا صح ليه بقى حاجاتك تفتك بس هقولك أولا استراليا لها أهمية في حاجات كتيرة جدا أولا استراليا ناس كتير ما تعرفش أنها الاقتصاد رقم 11 على مستوى العالم استراليا لها دور كبير بتلعبه في منظمات أسيا والباسيفك اللي بتتعاون اقتصاديا ثالثا استراليا بينها وبين مصر تعاون عسكري في مكافحة الإرهاب وبين البحرية المصرية والبحرية الأسترالية وإحنا عندنا في البحرية الأسترالية السيدة مونة شندي مصرية بتقود قارب صواريخ وفي نفس الوقت في تعاون معلومة حلوة دي هي مرضو كانت في المؤتمر هنا حاجة مشرفة كانت جايب لبسها الرسمي بتاع البحرية واستقبلت في البحرية المصرية اللي كانت بتاع المربوطة وبعدين في نفس الوقت انت عندك تعاون في مجال الموارد المائية التدريب اعتمالات نقص المياه اللي احنا دايما بنفكر فيها وكيفية طرق التكنولوجية احنا اتكلمنا معهم النظام الأسترالي في التعليم من أحسن نظم في العالم فاحنا اتكلمنا معهم وقدمنا أوراق وحنحطهم زي ما بيقولوا على اتصال مع وزارة التربية والتعليم لتدريب المعلمين ولبناء القدرات فيعني أبسط مثلا اشان اقول لك العلاقات بقت جايدة ازاي ان من ثلاث سنوات فقط كانت الناس والحكومة الاسترالية تتحدث عن مصر بصورة سلبية ونظام الحق في مصر الآن الرئيس المصري والرئيس الاسترالي اللي هو الحاكم العام اتفق على زيارات على مستوى الرؤساء بشكل دوري وهو جاي يحتر احتفالية العالمين فاستراليا لا يجب اخفالها مش بس عشان عدد المصير فيها عشان احميتها الاقتصادية عشان يعني تعاونها معنا في مجالات هم متخصصين فيها وقد شكرا حالك حالك زي ما قلت هي تريمة المؤسسة او لدعة تأسيس منظمة التعاون في منطقة ازايحة وهي مظمة كبيرة اقتصادها طبعا طبعا دخمة جدا تسمى ابيك حتى يعني كتير نتعلمه من التجربة بتاعتهم طيب حضرت لفت النظر هنا لنقطتين وحضرت بتتكلمي وانه احنا يعني راحين هدف من اهدف الزيارة دي تصحيح الصورة صحيح عايزة حضرتك تقولي لي هي ليه الصورة ما كانتش صحيحة واصلة لهم هناك وثانيا السياحة انه عودة السياحية كانت مقطوعة من استراليا يعني كانتش مقاطعة في حق تي تصحيح الصورة دي من ثلاث سنين كانت الناس بتتكلم الكلام اللي اوروبا نفسها كانت بتتكلم ولا دا انقلاب دا ما عرفش ايه احنا لما قابلنا الناس الرسمين وهم مش هيتجملني على بعد آلاف الأميال لاننا مش دولة مجورة يعني الناس بتتكلم بمنتهى الاحترام عن الدور المصري في مكافحة الإرهاب بتتكلم باحترام عن التجربة الاقتصادية اللي مصر خدتها يعني احنا من اللجان اللي عادتها للناس بتقلق منها في جميع انحاء العالم في جميع يعني الكونجرس المجلس العمومة لجنة العلاقات الخارجية لانها بتبقى مكونة من ممثل الحكومة والمعارضة ويبقى دايما مجهة نظرهم يعني شوية حادة يعني احنا استمعوا الينا بمنتهى الاهتمام واحنا بقى مستعدين للأسئلة الأسئلة كلها تم الرد عليها بشكل ممتاز والناس كانت متحمسة ليه؟ لسه بسيط احنا ما بنقلفش احنا بنقول كان فيه كذا وحصل كذا أرقبنا كانت كذا الأرقب بقت كذا التطور السياسي اللي في مصر حصل كذا عندك دستور عندك مجلس نواب واحنا جايين مجرد قبولهم لفكرة وان هم اللي بعثوا يدعونا لهذه الزيارة لمجموعة برلمانية مشتركة لو مصر دي مش دورها مهم او لو مصر علاقتها مش طيبة بهذا الجزء من العالم ما كانش حصل كذا نعم طب والسياحة دكتور اه السياحة دق مشكلة كبيرة بجد لان حتى المصريين اللي هناك بيشتكوا يعني فيه ناس عندهم شركات سياحة سياحة مؤسسة في مصر احنا كان عندنا عدد سياح كويس قبل الثورة على طول صحيح والسائح اه أفنب الاستراليين اه الاستراليين وميزة السياحة الاسترالي بدون ذكر دول اخرى يعني انه سائح بيبقى مدة اطول لان حتى بحكم المسافة اللي بيجيها وبينفق وبينفق اكتر يعني مش سائح اللي جاي يعدون من ثلاثة وحاقطة في الدنيا واجي لحد مديني باكيج وحاقطة 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 وهم عايزة اقول لحضرتك حاجة هم معجبين بالحضارة الفرعونية يعني احنا بنتجول في البرلمان الجميل طبعا جدا من ناحية ان الناس بتدخل تحضر الجلسات والاطفال المدارس بيدخلوا قبلنا اطفال مدرسة فالنائبة اللي من اصل مصري بتقولهم do you know anything about Egypt عارفين اي حاجة عن مصري فلاقيت الاطفال مبتسمين وواحد فيهم سألني قال لي هو انت عمرك شفتي الهرم ساكنة جنبه يعني فابطلو لا يعني كلنا ساكنين جنبه يعني فبتتبستي جدا وبتفخري هل في عدد كان كام السيحة الاسترالية سريعا دكتوري انيس بسي اعتقد انها كانت مثلا فوق المتين الف سنويا حاجة زي كده لكن اللي حصل بقى لما هنشي لما مصريشة نفسهم يشتكوا يبقى فيه حاجة غلط الشكاوى بتبقى عن ايه ان الناس بتفتح الويب سايت بتاعة المقاصد السياحية ما تلاقيش مثلا هي فتحة من كام لكام ما تقراش هي بتكلفها كام ان مع يعني بالغ اسف ان انا اقول كده ان الحمامات اللي موجودة في المقاصد السياحية لا تليق ان حد يستعملها ان محاولات البعض استغلال السياح حتى لو هم مصريين يعني حاجات كلها بسيطة بزا بزا انا ان شاء الله يعني اتمنى هيكون لي جلسة مع السيد وزير السياحة لان دي حاجات مش هيسبق ميزانية دي مية وصابون ونعتني بالويب سايت احنا نتوقف بس الفاصل دكتورة انيسة حركة لسا مكملة معانا دكتورة انيسة حسونة عضو مجلس النواب ونعرف منها بقى ايه ثقافة حكومة الظل وقبلوهم وقالولوهم ايه لان انا عن نفسي عايزة اعرف فاصل ونرجع نكمل مع حضراتك وخليكم معانا اهلا بحرككم مرة تانية ورسا مستمرين في حوارنا مع دكتورة انيسة حسونة في طبعا بعد زيارة قاموا بيها الاستراليا ونتعرف معا كده برضو عن العلاقات المصارية الاسترالية ورؤيتنا للقارة البعيدة دي وازاي ممكن تأثر علينا وعلى حياتنا او حتى على كتير من القطاعات سواء السياسية او الاقتصادية انا هبدأ بسؤال وليك سألون حركة قبلت حكومة الظل والثقافة دي ممكن مش عندنا ايه 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 انا بحبها الثقافة دي لان انت متقيل العدد طبعا النواب هنا ما يقارنش بعدد النواب والنائبات عندنا والدكتورة انا علي في حكومة الظل اللي بيفرق عنهم وعن الحكومة القائمة صوت واحد جوه البرلمان يعني لو خد بس غير رأيه الحكومة تسقط الاجمل ان احنا يعني هو هناك في المجلس الاول اللي هو البرلمان والتاني بيسموه اسم مختلف اللي هو زي غرفتين في المجلس اه اه باي شيوخ مثلا او كلا الطف حاجة ان انت لو ماشي في الممرات التي تخص البرلمان هتلاقي السجاجيات مثلا بلون معين واللي بيشتغلوا تبعها لبسين جاكتات بلون معين ولما النص تلاقي الحكومة فتلاقي السجاجيات بلون اخر فانت تدرك انت في اي جزء من البرلمان بقين ثقافتهم لازم اقول حاجة مهمة انها لاحظت ان جزء من سقف البرلمان يزاز فبنسألهم هم بقى فخورين بيقولوا ليه علشان الجزء ده يمكن الصعود عليه لانه زي على حتة يعني مرتفعة شوية فالبرلمانيين يحسوا ان الشعب هو فوق رؤوسهم يعني يمشي عندما يمشي يمشي فوق رؤوسهم وبعدين الاجمل بقى الشرفات المفتوحة يعني احنا دخلنا كده يعني طبعا احنا رحبوا بينا والسبيكر اللي هو رئيس البرلمان قبلناه ووجهناه دعوة لزيارة البرلمان المصري من الدكتور علي عبدالعال لكن احنا حضرنا فلاقينا جنبنا اطفال المدارس الابتدائية والاعدادية كله بس بالدور لو حياتك اه تيجي تسمع اليوم بتاع جلسة الاسئلة فحياتك بتسألي عن حكومة الزل حكومة الزل قاعدة النحية دي والحكومة القائمة قاعدة النحية دي العلاقة بينهم عاملة ازاي دكتور مفيش بهدلة بقى اول ما رئيس الوزراء هم بيهجبوه في حاجة فاول ما رئيس الوزراء يتكلم عارفة تلاقي صديقتنا ان علي والبقين ان هو ما معناه اللي بتقوله ده كلام فاضي وبعدين السبيكر يسمح لرئيس حكومة الزل وليها نفقتها وليها مؤسسة معقولة بصي مفيش اي مشكلة ان انت انا بس مش عايزة اتكلم النوم بيناكي بياخده كام وعيشين ازاي يعني بصي من الحاجات اللي تمنى ان شاء الله تمام وجودة في البرلماني الجديد العضاء البرلماني القاضي بيجدوها في المدينة الإدارية الجديدة ان النائب البرلماني له غرفته الخاصة وحمامه وزي مطبخ صغير كده لو معددهم كام عليش مية وحمسيين اه طيب لا ولها سطاف في المدينة دي وفيه كامبارة اللي هي العاصمة اه كامبارة يعني عارفها يعني اقتصاد الرفاهية وبالتالي انعكس ايضا سياسيا بس حكومة الزل احنا سبناهم وهم بيتخنوا احنا اعضرنا الجزء من الاسئلة وطبعا السبيكر رحب بالوافد القادم من نصر وما عرفش ايه وحاجات كده لكن الثقافة والاطفال ماشيين بهدوء اه وبيستمعوا بيتعلموا بالعمل اه يقولوا ايه ثانيا لقاء بقى اعضاء حكومة الزل اللي كان هام ليه لان دي في اي لحظة مع انتخابات الجديدة اه 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 فقابلنا وزيرة خارجية حكومة الزل زي ما قابلنا وزيرة التعاون الدولي في حكومة في الحكومة القائمة قابلنا وزير الهجرة بتاع حكومة الزل انت حتى سيادة سفير الجدول المكسف اللي بتعاون مع سيادة الوزيرة حتى هولنا اه كان منطقة ان انت تقابلي ناس من هنا وناس من هنا وتقابلي رئيس البرلمان يعني فدتك صورة وقحة وكملة يمكن الاستفادة منها ورحبوا بينا الحياة الدكتورة انيسة لانه انا خلاص المفروض هنقفل اه في شباب هيجوا مؤتمر الشباب في نوفمبر اه ومتحمسوا للفكرة وكان فيه متوزع لهم مش ورق متوزع لهم يوز بي لا مش اه فلاشة فلاشة جميع المعلومات للتسجيل في المؤتمر فكان قابلنا كذا حد ما شاء الله يعني واحد منهم عامل سايت كده اسمه شوارع مصرية اللي هو بقى بيدخل عليه مش عارفة مليون لايك ومليون اوكي فاحنا قلنا يا ريت وسيادة الوزيرة كلمتهم انه هم حيجوا يحضروا ان شاء الله ان شاء الله تفقوا انه سيكون زي فيه فورم اليكتروني بحيث ربيتة واصل ايوه معلش انتو بقى اصغر يعني مخوكم صح صح علي فعلا ودي حقا حيالة كده فعلا انشأوا فورم اليكتروني ان الناس تقول رأيها عليه وتبعت رأيها للحكومة فيعني الرحلة كان الحمدلله وثمارة اه الحمدلله دايما لما يكون فيه افكار جديدة بالواحد بتشجع دايما لدي كلها افكار خارج الصندوق اياها بنشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نورتينة ويابل ان هي كانت زيارة نجاحها نتمنى يكون في مزيد من الزيارات دا اماكن اخرى انتش تقدري شكرا يا دكتورة نيسة حسونة عضوة مجلس النواب شرفتينة نورتينة وحرك صاحب البيت ربنا يا خندية مش ضيفة شكرا لك يا فندم ومشاهدينة هنطلع فاصل ونرجع بقى نشوف التفليزيون دا نشوف